اشتركوا في القناة والله عليه وسلم نازل امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم فابصر حمارا وحشيا وانا مشغول اخصف نعلي فلم يؤذنوني به واحب لو اني ابصرته فالتفت فابصرته فقمت الى الفرس فاسرجته ثم ركبت ونسيت السوت والرمح فقلت لهم ناولون السوت والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فاخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم فحدثني به زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم